حصل كابتن أحمد في قرار واضح لأنه لو قراره مش واضح أنه يمشي من الأول كان قال لك كابتن للأستاذ نادر شاوي لكن هو نادر ما يعرفش حاجة وقال لك أن اتصالاته ببيراميد مباشرة تن هي مباشرة تن من خلال ممدوع عيد طبعا قصة ممدوع عيد هي أنه بقى نتكلم فيها لأنه هو لما كنت أنا وحضرتك بالنم الملك وكتابة من بطورة العالم الأندية اللي في المغرب في المغرب آه كان هو نازل في القوضة اللي جنب كابتن أحمد فتحي ولو تذكر أن كابتن أحمد فتحي رجع وقتها أنا عايز أرجع هالسيتي وعايز أحترف برع فهو ده دوره بشكل مباشر حتيجي تقول لي ده شغله كويس قوي شغله كويس جدا جدا بس يكون في مكتبه في إطار عمله وبالوضوح والشفافية الكاملة لأنه دي بتدخل أطراف كتيرة جدا في مشاكل هي في غين عنها حتى اللعيب اللي أنت بتمثله بيتحمل من رزاق هذه المشاكل يعني النهاردة فيه فيه تدعيات نتيجة طب قلتش ليه من الأول؟ ليه المشكلة أنا كنت تقول من الأول؟ وده اللي احنا قلناه بتخلي الدنيا بسيطة واضحة كابتن شريف إكرامي تقريبا ما حد يزعلان منه السكة كانت واضحة أنا مش مع النادي الآلي فترة جاء مش عشان ده أنا بموت في النادي الآلي وأنا وأنا وكنت أتمنى بس عايزة ألعب وأقدر ألعب وعنده عرض مناسب لما قاعد مع اللجنة ماخدش خمس دقايق فهموه قدروه شكروه خلافي الوحيد مع الكابتن إكرامي أن ما كانش يعني يعني كالذي مبقى فيه في صيغة تانية ما تيتقالش اللي أول على السوشيال ميديا كان ممكن نتعمل له إخراج أقوى من كده وبشكل أحلى من كده أنه يقعد مع دارة النادي أنا مش معاكم فترة جاية ويطلعوا اللي اتنين يعلنوا في مؤتمر صحفي كل هذا الكلام كله كان يبقى كبير علشان برضو الإعلان في السوشيال ميديا بدري شوية بيعمل دوش كابتن نادر قال جملة تانية عايزة توقف قدامه عشان نوفي هذا الكلام يعني ما كابتن حسام عشور اتعرض عليه طلعوا يقولونا القرار صح بس الطريقة كابتن نادر قال موقف الأهل سليم مية في المية أبضى أربع خمس مرونات معنا لكن التوقيت أنا كنت يعني أتمنى فتح الموضوع ده بدري تكتشف ان الموضوع ده تفتح بعد نهاية فطرة قيد يناير مباشرة في فبراير امتى مباكر امتى هتفتحه في فطرة انتقالات لان لو كان فيه نية لحاجة فطرة انتقالات كان النادي الاهلي نقشها يعني لو جايله عرض في فطرة انتقالات توم يتقالك أصلك كابتن أحمد فتحي كان جايله في أول السنة فقالو له يعني احنا محتاجينك دلوقتي ما نقدرش تسيبك دلوقتي لكن الموضوع لو تفتح في يناير يبقى ممكن نناقش يوم ما يتفتحش في يناير فبتفتحه انت في فبراير فين اللي متأخر وانت تشعر بالخبرة ان طالما الموضوع ده تفتح احنا في اخر سنة وتفتح اول السنة يبقى مش هيتفتح في يناير لان خلاص هو من حقه يمضي ويوقع في شهر يناير لأي حد وببلاش وهذا ما كان اه هتقول لي لعيبة كتير جدا اللي جات من اسماعيلي كان ملفاتها بتتفتح في يناير قبل نهاية عقدون ب16 لان كان في حرص من طرفين مهمين جدا على ان النادي اسماعيلي ياخد حقه اللاعب والنادي الاهلي يا ما تقلينا طب ما تستنى وتاخدوا ببلاشه والفرق ده يزيد بيه العقد ده مكناش بنقبل هذا ليه عارفين ان في مشاعر لجماهير كده كده هي متضايق ان اللاعب خارج وفي حق فعالاقل انت متعملش حاجة في الحقوق يعني تقلوا سنة 16 ما انت ما بتعتديش على الحق لكن انت ليك حزبة بتقول ايه كفاء ان الجمهور حيطلع متضايق على الاقل الاسماعيلي لما يستفيد يقدر من دلوقتي من باب المواقمة يعني يقدر من دلوقتي يجيب لعيب يعوض به وتبقى الفلوس معاتح الليل ومشاكل يبقى انت بس ايه وقفت مع النادي مش ضده ايه عشان كده الناس لازم تبص لازم موقف ما تتجيرش به لعكس الاقل كان حريص في كل مرة انه ليستناش لنهاية العقل قابليها بشوية ويتفاوض ادي كواليس كل المواضيع فالكابت النادر دلوقتي طبعا من حقوق يتدايق لانه هو الاختر بظهر تقلبت عليه اكتر ما تتقلب على الاهله والاهله كان يستشعر ان دي احد النتائج لما بيقولك سيبنا فكر يبقى حيجي يقولي انا موافق يعني انا مش موافق فانت متحسب للموافق ومتحسب لانه مش موافق لكن الوحيد اللي ما تحسبش ان انا اللعيب بتاعي يقولي يروح جيب لي كذا فجيب لك كذا فانا متأكد انك جاي تنضي فاتوم تيجي تقول لا عشان انا طلب جديد يعني ترجمة نانسي قنقر